أهلا بكم لما كانت الفاتحة هي أعظم صورة في القرآن الكريم كان أعظم دعاء في القرآن الكريم هو دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم يقول ابن القيم رحمه الله إن أعظم وأنفع دعاء وأحكمه هو دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم قال الشيخ الشعراوي رحمه الله قد هدانا الله إلى الإسلام فلماذا نردد هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم الحقيقة أن العبد في حاجة دائمة ومتجددة إلى الهداية محتاج الهداية يعرف بها أن الإسلام هو الصراط المستقيم ومحتاج الهداية يعرف بها الشريعة الإسلامية بجوانبها المتعددة ومحتاج الهداية يعرف بها الفرائد وإزاي يعمل بها حتى النوافل وغير الفرائد محتاج يعرف أن فيه أعمال فاضلة وأعمال مفطولة وأنه ما يضيعش الوقت في المفطول على حساب الأعمال الفاضلة لأن العمر قصير ودي تجارة مع الله محتاج كمان الهداية يعرف بها أن العلم الوحده مش كفاية ولازم العمل به محتاج الهداية عشان يصد كيد الشيطان محتاج الهداية عشان يثبت على العمل الصالح وكمان هو محتاج الهداية عشان يختم له بعمل صالح ومحتاج الهداية عشان يكون آخر ما يقول لا إله إلا الله حتى بعد الممات محتاج الهداية عشان يقدر يرد على الملكين محتاج الهداية عشان يقدر يمر على الصراط محتاج الهداية عشان يعرف منزلته في جنات النعيم خلاصت القول إن إهدنا الصراط المستقيم نحتاجها منذ الولادة وحتى وصلنا إلى جنة النعيم بإذن الله يروي لنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كصة رجل كان يعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يكن بينه وبين الجنة إلا زراع ثم يدركه الشقاء فيعمل بعمل أهل النار ثم يموت فيدخل النار وهذا الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا زراع ثم تدركه السعادة فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت فيدخل للجنة إهدنا الصراط المستقيم هي الطلب الذي لا نمل ولا نكله من طلبه هي توقي النجاة من خاتمة السوق وتقلبات الأحوال حس بيها إهدنا الصراط المستقيم أكيد كلنا محتاجين لها وعلشان تتأكد من أهمية إهدنا الصراط المستقيم في حياتنا وفي ماماتنا لازم تعرف حاجة مهمة فيه ثلاث أعداء يتربصون بك الشيطان الدنيا النفس الأمارة بالسوء عدو الإنسان الأول هو الشيطان الذي يجري منه مجرى الدم لا يكل ولا يمل هتلاقيه في كل طريق هدفه الرئيسي هو أن يقويك ويضلك عن طريق الحق عن الصراط المستقيم أسلحة متنوعة الإغواء الإغراء التضليل التدليس التلبيس الإطراء تزييف الحقائق وغيرها الكثير فرسته هي نفوس ضعيفة يزرع فيها الكفر الإلحاد الزندقاء العقائد الباطلة البدعة وغيرها لا يأمن مكره أحد عرفت ليه إحنا بنرددها إهدنا الصراط المستقيم علشان الشيطان تاني الأعداء الدنيا وزينتها وزخرفها وهي فعلا دنيا تتزين لك بكل نفيس من الأموال والنساء والملابس والسيارات والفلل وما تريد وما تشتهي وثالث هما النفس الأمارة بالسوء التي تأمر صاحبها بارتكاب الذنوب والمعاصي والسيئات قال الله تعالى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سؤال صغير مين فينا في أمان من الثلاثة دورة الشيطان والدنيا والنفس الأمارة بالسوء أنا لست منهم ومن هنا نتيقن بأهمية هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم ولماذا نقول اهدنا الصراط المستقيم وليس اهدني الصراط المستقيم معلوم أن دعوة الأخ لأخيه بظاهر الغيب مستجابة ويرد عليه ملك ويقول آمين ولك بالمثل فحينما تقول اهدنا الصراط المستقيم تنصب عليك الهدايات من كل مكان ومن كل صوب برحمة الله سبحانه وتعالى من الله علينا بالعديد من أنواع الهدايات أولهم هداية الإلهام ودي هداية جريزية زي بالضبط الهداية اللي بتخلي الطفل يخرج من الرحم والهداية اللي بتخلي الطفل يعرف ازاي يرضع من أمه والهداية اللي بتخلي النحل يصل للظهور ويستخرج منها الرحيق ليكون العسل وهناك أيضا هداية التوفيق قال الله تعالى إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء صدق الله العظيم وهناك هداية التثبيت وهي أن يثبتك الله على الصراط المستقيم حتى تلقاه أما الصراط المستقيم فقد اتفق الصحابة والصالحين على أن الصراط المستقيم هو طريق الإسلام ويتضمن الكرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة فحين نقول اهدنا الصراط المستقيم فنحن نطلب من الله الهداية إلى الطريق المستقيم ونطلب من الله الهداية للعمل بما تعلمنا ونطلب من الله الهداية للتوفيق ونطلب من الله الهداية بتطويع النفس ونطلب من الله الهداية بإخلاص النية لله ونطلب الهداية من الله بأن يكون العمل موافق لسنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ونطلب من الله الهداية بالثبات على هذا العمل حتى نلقاه